مشاهدين نتوقع بحول الله نشاط لقلايا رعدية ماطرة بحول الله راح تميز غلب المناطق الداخلية للبلاد وهذا بعد الظاهرة خلال الساعة وحتى الأيام القليلة المقبلة وهذا النشاط أمر عادي فصلي كنا في فصل الرابع نحن تميز ارتفاع نسبة الرطوبة مع تسجيل تقص حار خلال الظاهرة يخلي بعد الظاهرة تكون الأجواء نوعا ما يعني شحونات فيما يخص النشاط لقلايا رعدية حاضرة على أغلب المناطق الداخلية للبلاد وهذا خلال الساعة وحتى الأيام القليلة المقبلة نشوف بالنسبة للتوقعات فيما يخص سقط الأمطار بحول الله بداية من يوم غدا السبت لغاية يوم الاثنين بالنسبة لفتاة الصابحة وخلال الظاهرة أجواء مستقرة مشمسة باستثناء بعض السحو من النوع على حال النحظ فيها راح تشكل عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية لكن بعد الظاهرة إن شاء الله سيكون هناك نشاط لخلايا رعدية ماطرة ستنمس على سبيل المثال كل من ولاية السعيدة كذلك سيد بل عباس تيارت حتى على مدينة تأفل الجلفة كذلك على بسعدة مسيلة سطيف حتى على المدية إن شاء الله كذلك باتنا خنشتا والبيت كما نلاحظوا في الصوح أمطار تكون متفرقة أمطار نجمة عن نشاط لخلايا رعدية إن شاء الله على المناطق الداخلية الغربية وهذا بعد ظاهرة يوم الأحد وحتى بعد ظاهرة يوم الاثنين تبقى دايما الأمطار الرعدية تخص أغلب المناطق الداخلية للبلاد بحول الله الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يومين بالنسبة لفترة الصابحة أو حتى الفترة الليلية كذلك نشعر بالارتفاع الطافي في درجات الحرارة الدنيا لذلك بالنسبة للمناطق الشمالية رح تكون إن شاء الله ما بين حوالي عشر درجات كأدنى مقصة حيكون على المناطق الداخلية الشرقية بالنسبة للمناطق الغربية وكذلك الوسطى رح نسجل إن شاء الله ما بين 12 إلى غاية 17 أو 18 درجة خلال فترة الصابحة بالنسبة لجنوب البلاد تكون ما بين 20 إلى 25 درجة أما عن الظاهرة أجواء حارة شبه الصيفية رح نسجلها خلال الساعة وحتى الأيام القليلة المقبلة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة القصوى كما نلاحظ في الصورة بداية من ظهيرة يوم غدا السبت لغاية يوم الاثنين يوم الاثنين ستكون ذروة فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة أما عن يومي السبت الأحد رح نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى غاية 30 درجة وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلد كما نلاحظ في الصورة لكن إن شاء الله يوم الاثنين سيكون ارتفاع نوعا ما قياسي وجد محسوس خاصة على المناطق الغربية والوسطى ستصل أو تعدى عاتبة 38 درجة مئوية تحت الظل بحول الله بالنسبة للمناطق الشرقية كذلك أجواء حارة ما بين 20 إلى غاية 30 درجة بقادمة تمييز المناطق الشرقية للبلد جنوب البلاد ارتفاع جد قياسي وتقصي جد حار مرتقب على مدينة تينجوف كذلك أدرار إن صالح حتى على مدينة إليزي كذلك جانت إنجزام برج بجي مختار وأورقلة كذلك على المنية على اللحظة أجواء جد حارة على منطقة الواحد كذلك مدينة مغير توقوت ولا جلال بسكرا غرداية تميم أجواء حارة إن شاء الله بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلد فيما يخص شمال بيت مشاهدين الارتفاع في درجات الحرارة ناجم عن اللحظة هبوب تيارات من غربية إلى جنوبية غربية وتصعد هوا الساخ المتواجد بالجنوب الغربي وحتى على وسط الصحراء نحو المناطق الغربية والوسطح يخلي الأجواء تكون حارة خلال السعاد وحتى الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله الآن نشوف حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله في ظل تسجيل استقرار في مراكز الضغط الجوي يعني استقرار كذلك على المستوى الملاحة البحرية كما نلاحظه في الصرح يكون بحر هادئ إلى قليل اضطراب خاصة على السواحي الغربي نوعا ما قليل اضطراب يوم غد لكن يصبح بعد ذلك بحر هادئ على طول الشريطة السحلي مع رياح ضعيف وزرعة تمابين عشرين إلى غاية ثلاثين كيلومتر في الساعة مشاهدين بهذه التوقعات السليطي ورقة حوال التقص العودة إلى ملك ساداكور